اشتركوا في القناة 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 ثانياً مرات عمك اللي هي صاحبة البيت اسمها الست اللي خربت البيت يا علم يا نحس شريهان اشتركوا في القناة 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 وبعدين انا مش فاهم ازاي شركة تأمين كبيرة زي حضرتك لا هي كبيرة واسمهم زي الطابل في السوق لا هي زي الطابل اااا يعني مفيش كلام ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطة ومشكوك في صحتها للدرجات كل الكلام ده مش غير حاجة من الموضوع طب انا مش هتكلم عبدالله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقة فاضل فان الصرف طيب شوف يا سيد ويل سانح سامحة السوري شوف يا سيد ويل انا علخص لك الموضوع في الايدي هو الراجل الكبتان طلعب المركب قال دعاء الصفر سامى الله حاطب بنزين شف بنزينه شف مويته شف زيته شف فلاته كله تمام وهو ماشي في عرض البحر زي الفل تلقى له بلا تبتحرام بجيتسكي وصيني ومش مترخص يا فانس ومش مترخص تمام؟ عادي يزوله في البحر كسر عليه طيار الورد طيار الروح طيار الورد طيار البنتك موركين فداه في الثانية لقى جبل جليدي قدامه راح الداخل في الجبل الجليدي قسم المركز نصين وغرق زين تيتاليك وواها تيتاليك كان حد حسبهم وفيلم يكسر الدنيا وجاب فلوس قد كده تعرف جاب فلوس قد ايه؟ تيتاليك كده؟ أه اه إيه الملف؟ اللي بيسبت صحة تكللنا مليون في المية فضل يا فان، فضل تمام يا سامح بيه، إحنا شركة كبيرة، شركة عريقة تمام، إحنا نعيد التحقيق، بس من وجهة نظرنا الشخصية المسؤولة لحدتك أو السيد عبدالله لا، معلش يا باشر، ثانية واحدة، مستر عبدالله ملوش أي علاقة بالموضوع ده أشتر وأمهر موظف عندي، اسبع منها واستفادت مستر مونير هو المسؤول أنا؟ أيوة أنت يا شيخ حسبي يا الله ونعمة الوكيل فيك يا شيخ حرام عليك بقى الكتب ده مش دي الشحنة اللي طلعناها وغرقة بالمركب اللي فيها وأنا حذرتك بدل مرة ثلاثة فاكر لما كانت المجاري طفحة في قطتك، قعدت تقول لك خلي بالك الحمولة زيادة المركب هتغري قلتلي ملكيش دعوة خليك في نفسك؟ دي بتكلم على موضوع تاني خالص يا فاندم ده الخيرة بتاعت السويد يا عبدالله بيه، فاكرها يا فاكر سويد ايه؟ أنا مش بتكلم عن السويدة، بتكلم عن المركب اللي تلعت من قطاليا للصيد اللي كان رقامها 440 على ألف بهته، صح؟ دي واحدة مجنونة جاملة للسرزق في الشركة مجنونة؟ طب أنا هوريك بقى الجنان اللي على أصل عشان يا كنت متأكدة ان انت هتعمل مكيدة في عمو عبدالله تفضل يا باشا، ادي نسخة من المستندات اللي تثبت كلامي ده، تفضل عم 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 ده أنا هوريلك ارعيك بقى يا عمو، أنا عايزك تحمد ربنا ان انا جيتلك في الوقت المناسب انقذك من ميستر فلايت الشرير هم؟ هلا ايه؟ هم؟ روح يا شيخ الله يخرب بيتك شريف؟ سيف؟ فيه ايه؟ بكلمك كثير ما بتردش عليك وإيه حكاية دقنك دي؟ فيه ايه مالك؟ مفيش حاجة كنت محتاج أعود الواحد في البيت عشان بشتغل على المشروع التخرج بتاعك انت عارف عايز قاعد عليه بروان حتى اللابتوب بتاعك سيف سيف مال بوقك فيه ايه؟ انت بتجدب انت اخدت بالك طبعا عنيك فضحتك ازاي قصر؟ ايه مش مصصلك سيف فيه ايه مالك يحكيلي حاس ان مخنوقه مكتف ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف بتخش عقا بتقولي كلام قديم وانا بتجرجر وانت عارفني انا على شعراية ميش ميش؟ ايه اللي انت نابسه ده شيف؟ ايه اللي هيقول يا شريف وبدلة بترولي؟ معلش خلاص انسى البدلة وبركز معايا دلوقتي طيب ايه؟ فيه ايه اللي وجعك؟ احكيلي انا صاحبك وفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري قولي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي كنت متأكد وقلتلك مئة مرة احذر البنت دي؟ احذر البنت دي؟ انت تستعبتان انت بانطوليش حاجة انت قلتلي مش وراها البنت دي جامدة طيب مهي جامدة فعلا ما تغيرش الموضوع ايه المشكلة؟ نيلي خانتني يا شريف شت خانتني دست على مشاعري واحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيئ معلش وبعدين وبعدين بقول لك خانتني يا شريف انت عرف البنت دي عملت ايه؟ دغلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا شايرتها للدنيا كلها بنتي مش طبيعية يا ابني بتعرف عملت ايه؟ ايه ما بتردش عليا في التليفون انا ما تردش عليا في التليفون يا شريف انا ما تردش عليا ما تظلمهاش انت تعرف حاجة؟ انت في ايه؟ والدها مال والدها؟ انت اعترف اكيدش في حاجة بمر بظروف صعبة جدا ايوة اعترف انت بمر بايه؟ قول يا شريف قول ما تواغبشنيش يا اخي بس بقولك ايه ما تجنش ربشاي انبطل عبط بقى في الحدة الدقيقة دي لو مش عارف اتكلم معاك ما انت يا شريف بقى نعم بقولك انا بشوف البدلة البترولي دي بحس ان انا حسن سدق ارجوك يا شريف ارجوك ارجوك كف على اي ارحمني يا اخي ماشي تتعالنا كلمة المباحة عايزي تشوف ايه؟ ايجي حاجة بريل لو فيه بيخرب بيت البريل اللي انت بتجربه بقى ونقعد بقى حبيب مبارك ايه؟ ولا اصبع يعني مهم يعني ما ردتش عليك تعال يا شريف موسيقى هو ايه ياختي اللي احنا بنتفرج عليه دا؟ بيتش يا نيل؟ حولي هاتي لنا الابدا دا مسلسط توركي حلوة او انا بحب اتفرج عليه يلا شوفي يا اخت البيت نيلي من فضلك وط التلفزيون يا جماعة احنا في مصيبة بحوز اتكلم معاكم شوية عشان نشوف حل المصيبة دي بحوز اتكلم معاكم شوية عشان نشوف حل المصيبة دي عرفنا ان في مصيبة بس لازم نقعد دلوقتي يعني اه اوكي الحقيقة انا اسف اللي هقوله دلوقتي بس ادا مضطر بصراحة المركب اللي غير قد سببتلي مشاكل كتير قوي منها ان انا بقيت مديون بحوالي مئة مليون جنيه ويمكن اكتر يلا مئة مليون جنيه؟ ما شاء الله انتوا اغنية اوي كده؟ كنا كنا اغنية اوي كده دلما دلوقتي اللي حصل حصل فانا مضطرة بيه حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها دي وهنضطر ان نقعد في الدوبلكس بتاعة زايد واسعة وتسعة من الحبايب مليون مستر عبدالله ايوة شاية زايد اول حاجة هتباع اه اه طيب احنا هنضطر ان نعيش في شاية الزمالك لطيفة وبتطل على مستر عبدالله ايوة شاية الزمالك بح اه اوكي طب احنا هننعيش في شاية المنيرة برضو كويسة ونسي نكطيبين قوي مستر عبدالله شاية المنيرة فانياخد طب احنا هنعيش تحت كبري الدقي ورا بيه من وسط البلد وضل برضو هناك عشان بس مستر مونير يرتاح احعيش فين؟ المشكلة مش انك تعيش فين يا مستر عبدالله المشكلة انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضو هيفضل عليك فلوس ولو ما سدتهاش انا اسف يعني انا اسف هتتحبس بعد الشر عليه تفي من بقك يا استاذ باتريك يا ياسي عبدالله ما تخافش ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجة خد خد كل سيكتي اهي حتى شبكتي كمان خدها اهي برضو تفك زنق ده العشم برضو صباح خلي شبكتك معاك عمو انا كمان عندي دفتر توفير فيه ارشين كويسين ينفع وفيه برضو سلسلة وحلقين فيه ايه ماما ما ينفعش ماذا؟ ما ينفعش لو حدتك يعني حابب تاخدهم يعني مشاكرا بنت شايلك لعوزة طيب اه المؤخزة يا جماعة يعني في حد ما عفكت عشرين عشان ايه؟ اصلا انا والله عم عبدالله معايا عشرين جنيه بس هي والله فيعني اكيد مش هتخدها كلها يعني خد خمساشر وانا خمسة اقول لك خد عشرة وانا عشرة عشان اكيد الموصلات برضو احنا راجعين فابقى محتاج فلوس فيك تراح لطيف برضو اتفضل رجع لعشرين جنيه المحفظة لا ما يصحش عم عبدالله رجعها طيب رب انا كلامك يا رب مام انا كنته تمام مام مام بليز مام بولج باجل بكلمة مام مام اه تحش نحاوي ماذا ده انتا كلكم بتبصولي كدة ليه؟ بابي مياسي الجونري بابي كل تخلى عنك ولا أهمك يا صباح أنا كنت محضر خطة بديلة أنا ههرب بكرة الساعة عشر بالليل هنزل أنا ونيلي وشاريهان وهاني من الفيلا ناخد العربية ونطلع على اسكندرية بس لازم يكون هناك قبل الساعة واحدة بالليل عشان ألحق البكرة اشتركوا في القناة